طيب انت دخل عليك الجنزي ده ازاي؟ يعني احكي لنا كده ايه اللي حصل لك؟ انت كنت قاعد في البيت احنا قبل التصوير قلتين عندك ولد وبنت ولد عنده 16 والبنت عندها 14 سنة طيب ايه اللي حصل؟ انت كنت قاعد في البيت دخل عليك الجنزي ده؟ ما هو الولاد ده كانوا سنهم اللي هو الصغير العادي التسع سنين والعشر سنين والحداشر سنة طبعا الولد اللي هو ابني الكبير عبدالله هو اللي بدأ يكبر اللي اول ويدخل في المرحلة دي فهو طبعا تعرف الولاد في مرحلة كده اللي هو بيبتدي يكبر شوية يطول شوية صوته يدخن فيبتدي يحس انه هو بقى راجل فده خلاص اختلفت مع الحياة بقى عايز على طول ماسك الموبايل طبعا زي الكل او الايباد او التاب على طول صحابه اللي هم حتى ما بلعبوا بلايستيشن حتة فكرة انه هم عادين بلعبوا اللاين مع بعض أو بيكلموا بعض وعايشين مع بعض حتى لو هو في البيت بس هو عايش معهم وبيتكلموا مع بعض فبدأ احس انه بقى فيه اختلاف حتى اختلاف في شكل هو في طريقة الحلاقة في طريقة اللبس يعني تحس انه يعني مبدايا كلهم تليهم لابسيني ابيض ياسود ما بيلبسوش ما فيش الوان يعني بيت هتحس انا لو لابس ازرق بحس ان انا غريب او ان هو بحسس ان انا شريح غريب يتليهم كلهم لا يا ابيض يا اسود البناطيل بتاعتهم حتى الجينز تليه اختفى منهم يعني تلاقي الولاد مش لابسين البناطيل اللي هي زي السويت بانس او البناطيل اللي هي الجابرين بس واسع وزي بعت الرياضة شوية زي بتعطي الرابر اكتر عارفة الناس اللي هي الستايل دوت هو ده الستايل الواسع مش الجينز تحسنا هو ايه دايق او خانيقهم لا خلاص يعني انا ابني جبت له قبل كيه بانطلون كنت مسافر جبت له بانطلون جينز واحد ما لبسوش اصلا هو بيلبس اللبس اللي هو زي التراكسوتس والحاجات زي بالزبط كده او الحاجات اللي هوسع فهو الجيل ده دخل علينا بشكل انت اللازم بتتعاملي معي هو خلاص هم كلهم كده فانت اللازم تبتدي تتأقلمي على الوضع وتتعاملي معهم مش هينفع تخرجي برا الوضع ده معاهم يعني طب ايه اهم صفات الجنزي يعني انت قلت لي لبسوهم كده بيسمعهم ازيكة عاملة ازاي بيحلقوا شعرهم ازاي البنات عاملين ايه بيتكلموا ازاي انا هقولك الصفاتهم هم عندهم مميزات كترة جد اولا هم واسقين من نفسهم جد وجرأة يعني اي حاجة يقبلوا عليها ما يخافوش منها يعني انا في حاجات انا بنا الان اعملها لا ابني يقول لي يلا نعملها سواء العب مثلا فيها خطر العب فيها حاجة لا يعني عنده جراءة العربية عايز سوقها من بدري يلا ننزل والروح ما اقوعك جنبي مفيش مشكلة طبعا هم بمنفتحين على العالم عندهم ميزة غيرنا خالص ان انا ممكن لو انا في الجيم والكوتش قال لي العب للطريقة كده والعبها كده هو يسمع ده بس لازم يعمل عليه سيرج اه احنا هنسمع وهنعمل وهننفس سانيتها انت بتفهم مع اكتر مني في شغلانتك معروفة لا هو لا هيدخل سيرج كلامه يشوف هو اللي بيقوله ده اصلا ينسبني ولا اقا او ينفع ولا اقا موضوعه اشتر ميال نحن بس طبعا هي الجراءة بتاعتهم ده خطر برضو يعني انا عندوش اي مشكلة ان هو يرجع باقوبر الساعة ثلاثة بالليل او اربعة بالليل احنا جينا بردو عنده مشكلة يعني انا باش عايزة نقمة هو انا نقمة احنا كلنا برا ورجعين لا هو عادي يعني ما عندوش اي مشكلة خالص عنديهم مش مشكلة اني عايزين يسافروا مستعجلين او يعني عايزين يسافروا مع بعض الساحل اللي واحده عايزين ممكن يخططوا انهم عايزين يسافروا برا مصر لوحدهم هي الجراءة دي عارفة فرق الاختلاف الجامد بين تربيتنا وتربيتهم الموضوع صعب وانتي مقدمكيش حال غير انت تصح بيهم صح يعني هي بتبقى التجربة معهم يعني انا خدت تجربة خدت ابني وثلاثة اصحابه وثلاثة الساحل لوحدة معهم قضيت معهم ثلاثة ايام انت بالنسبة لهم كائن غريب ولا هم اللي بالنسبة لك كائنات غريبة هم كائنات غريبة انا مضطرة حسسوا ان هم طبعيين اه طبعا وانا ساكت حواليهم ساكتهم يعملوا اللي هم عايزين بس هم يعني الستة الصبح ومن عشرة الصبح صاحيين ويعني ويطلعوا البيتش عايزين يروح الجيم يعني هم مهتمين جدا بالرياض مش مش بعيد عن الرياض وعايزين شكل جسمهم حل وطبعا الحلاقة اللي هي كلها مفيش حد بيحلق بس يعني من جنب بس حتى مش بالجنب كلها حتى صغيرة كده يعني الحلاقة ده احنا بريدنا ندفع فلوسه ليه وبعدين كل اسبوع رايح للحلاقة وبيرجع زي ما هو عشان دي بقى حتة صغيرة فترجع بسرعة وبيرجع زي ما هو فانتي بالنسبة لك دي بتوبة غريبة جدا وصدمة طبعا المدارس بقى التعليم بتاعهم اختلف هم كمان ما بيحبوش يقيروا كتير هم بيحب ياخدوا المعلومة بالطريقة اي اي انترنت السهلة السريعة في انستجرام حد في دقيقة بيدي له المعلومة اللي هو عايزها بسيطة وسريعة وقسيرة وهو لكن يجي حد منهم مثلا يمسك كتاب أو يرى كتاب لا دي ما بقيتش ما اعتقدش انها بقيت موجودة أو حتى انت ما بتخرج بره بتشوفيها مش موجودة خالص فهما جيل ليه مميزات كتير وبعدين هو خلاص كلها كم سنة والجيل ده هو اللي يبتدي يتعامل في المجتمع الواحده يعني هما دلوقتي في مرحلة اللي هي ما قبل الثاتة وعشرين واربعة عشرين خلاص من بعد الثاتة وعشرين هو الجيل ده لغاية عشرين سنة هو اللي هيكون بقود المجتمع